اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولا انت سوقوا. تعالوا نسمع ونشوف سؤال الحلقة. الله في الكتاب المقدس يأمر عباده الصالحين ان يذهبوا لمدينة عماليق ويعملوا ايه؟ ويقتلوا بحد السيف الرجال والنساء. والاطفال وحتى الردع. هو ده اله المحبة؟ طبعا الموضوع ده موضوع كبير والرد عليه يحتاج كتب. وفعلا اشجعك تقرأ كتاب اسمه اله العهد القديم اله الدماء للأسيس عزة شاكر. فيه الرد بكل التفاصيل على كل الموضوع ده. لكن انا هجاوبك باختصار تقريبا في ثلاث دقائق. الشعب العماليقي هو مين؟ الشعب العماليقي هم اول شعب بادر وهاجم بني اسرائيل بدون اي مبارر لما خرج شعب اسرائيل من مصر. عشان كده مكتوب اني قد افتقدت ما عمل عماليق باسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر في سموئيل الاول خمستاشر. فهجموا بني اسرائيل بدون اي سبب. وقال الرب الموسى في سفر التسنية صح 25 اذكر ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر كيف لاقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وانت كليل ومتعب ولم يخف الله يعني الشعب وهو خارج من مصر تعبان وفي اخره العواجيز والنساء والاطفال جه شعب عماليق وهاجم مؤخرتهم باللي فيها ده وقتلهم وعمل كده مع الشعب في اكتر من مكان واكتر من مناسبة في العهد القديم اذا ده زرع وحصاد ودي عدالة الله وده رقم واحد عدالة الله رقم اتنين عشان الله قدوس ولان الشعب ده كان شرير جدا في كل اللي بيعملو شعب عماليق لدرجة انهم كانوا بيضحوا باولادهم في النار للأوسان والله بيقره الشر هتقول لي طب ويزن بالاطفال قل لي فكر معي هو مش الله عمل الطفان على كل العالم وهو ما كانش فيه ساعتها نساء واطفال فليه الله غرقهم فكروا قل لي لكن هقول لك وجهة نظر كمان لو ابادوا اهالي الاطفال دول وسابوا الاطفال مين كان هيربيهم مين كان هيهتم بيهم كمان خلي بالك الطفل اللي بيموت تحت سن الادراك بيروح عند الله زي الملاك لكن لو كانوا اتسابوا وكبروا كانوا هيكبروا ويعبدوا الأوسان زي أهاليهم ويروحوا جهنم في الآخر او يمتقوا لأهاليهم يعني في الحقيقة اللي صنعوا الله معاهم رحمة وانقاذ من جهنم مش العكس زي ما فاهم غلط أخويا اللي سأل السؤال عزيزي المشاهد فكر في اللي قلناه ومستنينك الحلقة الجاية بأي أسئلة عشان برنامجنا اسمه اسألوا وننتسقكم ترجمة نانسي قنقر